لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدون عقيدة فطالما أنت كده كده لازم محتاج إلى عقيدة يبقى لازم تدقى في العقيدة الصحيحة طالما أنت كده كده معتقد اوعى تهرب اوعى تقول لا أنا مش عاوز العقيدة دي أنا مش قدق لا غزبا عنك حضرتك مش بمزاجك لأن النفس تحتاج إلى العقيدة النفس دي بقى عاملة زي إيه زي الطفل الصغير الطفل الصغير لو أنت ما شغلتوش لو ما شغلتوش بلعبة يلعبها أو بحاجة يتسلى بيها الطفل ده هيعمل إيه هيعملك مصيبة هيكسر لك لوح إزاز هيلعب في الكهربا هيكسر حاجة هيسيبك ويجري ويعرض نفسه للخطر يعني هيعمل مشكلة فالطفل لازم تشغله بحاجة تبقى آمنة وتتطمن عليه فيها كذلك النفس النفس دي إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل يعني لو أنت مش شاغل نفسك بحاجة نفسك هتعمل لك مشكلة إزاي يعني لو واحد قاعد ما بيعملش حاجة ما بيفكرش حاجة ما بيقراش حاجة ما بيعملش هومورك ما بيعملش واجب في حاجة الفضة ده بيعمل إيه الفضة ده بيخليه يسلك سلوك غير سوي فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل علشان كده بقول لأي واحد ما تلو ميت والميت ده عزيز عليه ما تسلمش نفسك للجلوس والتذكر وعمل اللاشئ ما تقعدش قاعد عما تفكر في المرحوم أو المرحومة وتقعد ما بتعملش حاجة ليه؟ هيحصل إيه؟ نفسك لما تلقى نفسيها في حالة فراغ هيحصل لها جنوح يا حتلحل يا حتكفر يا حتيأس يا حتنتحر عشان كده بتلاقي بعض الناس اللي بتحصل لهم مصيبة يا إما بينتحر يا إما بتجيله حالة نفسية يا إما بيدمن يا إما إيه؟ بيدمن بيحصل له أي حاجة حاول يهرب ما هو عاوز يخضر الشعور النفسي لجواه طب انت عندك التلات احتمالات دولة تنقدر نتخطهم بإنك ترغم نفسك على واجب على هومورك على واجب بتعمله الهومورك أو الواجب اللي تعمله ده هو إيه؟ أي حاجة فيها منفع عليك لذلك بنقول بننصح بقى ساعتها اللي عنده مصيبة نقوله إيه؟ نقوله إيه؟ احفظ القرآن خش إلزم نفسك انخرط في مشروع حفظ القرآن الكريم أول ما هيبدأ يخش في مشروع حفظ القرآن الكريم حينسى كل حاجة ترجمة نانسي قنقر